السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نادية من عائلة تركيز اليوم معكم بفلوك جديد يوم يعني جديد كان حلو صراحة طبعا ببلشت يوميا اكيد مع نيروبي لانه اليوم مش ميس قررت اني احط القفص على الشباك عشان تشوف الشارع وبنفس الوقت يعني تتشمس وتشوف الشمس ومنها الحقيقة يعني يعني هاي العادة اللي انا بعملها بالعادة الجو الصراحة كتير كتير حلو ودافي يعني بما انه الايام برد طبعا لعبت معها شوي وخلينا نشوف كيف انا كملت اليوم طبعا اهم شي هو لازم نغير لست جوجو هاي يوم هاد اهم اشي في اليوم بعدها طبعا رتبت امورها تفقدت زبدها اشي يعني معين او انه امورها تمام اضافرها شوي طوال فقررت اني اقصهم هاي طبعا هلأ لازم اساوي الشعرات الزعرات هدولة اللي صغار هلأ بس بنعب مشتها وزبطت امورها متل هيك يعني صراحة اني هم مصغر بس بجننوا اهم اشي اهم اشي هاي اللي طالع بيكون مع الربطة كتير انا بحبه وبعديها بتتسلى وبنلعب معها شوي على المرجاحة يعني هاد اشي مهمة كتير بحياة جوجو اللي هي المرجاحة واختراع صراحة كتير حلو للاطفال بعدها قررت انه ارتب يعني بلشت انه ارتب الغرف ومفتحت الشباك مشان انه اهوي المكان هيك امورنا تمام رتبت الامور وزبطت يعني كل شي اهم اشي طبعا فنجال القهوة مع زوجي صباحي ومنها الحكي بعد هيك طبعا نظفت اللي ضايل والغاز والاشياء هاي زبطت الامور وجهزت تيرموس الشاي علشان بس نطلع ناخده معنا لانه حبينا انه نطلع هيك انا صرت جاهزة طبعا ترا رح اطلع على هلأ هلأ جهزت القهوة دايما هاي روتين يعني مش قاتل صراحة انا روتين بحبه لهو بجهز القهوة لان زوجي بحب القهوة فبس مثل هيك جهزتها وهلأ خلاص رح نطلع طبعا سكرت الباب وراح اخد الاغراض اللي انا اخدتها اللي هي شنتة جوجو اكيد مفتاح دايما ما بعرف وين احطه دايما بحتار فيه اخدت طبعا الشنتة وكمان دلت الشاي والقهوة طبعا بايدي ونزلنا بعدين اخدنا اكل من مطعم فلافل ومعجنات بعدها طبعا ست جوجو كان لها حصة لي كان رضعتها وكالعادة هي بتاخد الرضعة على شتات يعني بتلعب بالرضعة شوي بعدين بتكمل بعدين بتلعب بعدين بتكمل يعني اطفال وعميلهم بس يعني اغلب الفيديو رح يكون لجوجو صراحة لجوليا لانه دايما بس نطلع الكاميرا بتكم وصلتي عليها دايما باديها عبينا من الكازية fragile مثل هيك كان نكون كنا بدنا بنزين وهيكا واديها رحنا على مكان فياتو خضار لسه كان خضار بدايته يعني اا ما كان طالع كتير بس يعني كان فيه اماكن يعني فيها خضار منيح نمشينا لحد ما لقينا مكان فياته يعني خضار منيح قاعدنا زبطنا امورنا وطبعا جوجو هلأ بلشنا عشان نحط الاكل او اللي هي اللي فطور كان فلافل وهاي الاشياء بعدها صبيت الشاي علشان يعني نشرب معه اللي هو اللي فطور ومتل هيك كان صراحة الشاي ما حبيته كتير ما بحبه لما يكون في دلة الشاي هاي الصراحة سنت فيه شي خرافية كانت ما بعرف يعني حبيتها كتير ممكن لكم اعملي دايتو منها الحكي فا بس طبعا جوجو حكيت لكم الحصة الاكبر بالفيديو كالعادة لما نطلع ضلت تلعب 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 لسه هي مش ماخدة على المكان فضلت بالكار سيت كانت تاكل طبعا مع المعنى وهيكا محى اغراضها واشياءاتها ومكل جدا جدا مطيف ومشمس ودافي وجوجو بلشت تستكشف بالارض توتلعب مم تشيل بالزرع عن الأرض وتلعب فيه وتمزع الأشياء والورد بالذات يعني كثير جذبها صراحة العيدان الصغار اللي بيكونوا بالورد وهيك فضليتني وراها لأنه تضلت تحط كل إشي بتمها فبس صراحة منبسطنا يعني كثير كان يوم حلو تغير جو يعني الواحد دايما دايما في البيت فلما يعمل هيك إشي صراحة بيغير جو بتتغير النفسية شوي خصوصا لما يشوف الشمس ويقعد فيها وهيك كان فيه شوية نسمة هوا باردة بس يعني الشمس كانت معاوضة شوي الأمور بس طبعا الأبنة شوي مع جوجو وضلت تلعب وتحط كل شوي شغلة بتمها فبس يعني الأطفال وعمائلهم مثل هيك أغلب يعني أغلب الشي كان مع جوجو والصراحة مع جوليا ما فيه إشي جديد طبعا هنا جوليا حاولت كانت بتحاول إنه تتقلد أبوها بإنها تزقف بس ما زبتت محها يعني مش قادرة إنها توصل إيديها بعضهم فكانت تستهبل زي هيك يعني ما زبت محها إنه تعمل إيديها يوصلوا مع بعضهم وكانت مبسوطة كتير هي بالورد اللي حواليها لأنه كان في ورد شوية يعني على الأرض وهيك طبعا حاولت إنه أصورها مع الورد بس حضرت جنابها مش عم ترضى إنها تنام على ظهرها بس يعني طبعا أغلب الفيديو كان محاولات تصوير لجوليا بس محاولات باقت في الفشل لأنه جوليا مش عم بتركز معنا وبركزة بالأشياء اللي حواليها بالأشياء اللي كانت تشوفها أشياء جديدة بالنسبة لإلها فهي كانت كتير مبسوطة يعني شو مشكلة بعدها روحنا ويعني خلص يعني بلشت تبرد لأنه فروحنا على البيت وكمان هيك كان بالطريق بعدها طبعا ما في كتير سيرات صراحة في الشارع وهذا الشارع ما بيكون في كتير ناس بعدها قرر نروح المؤسسة الاستهلاكية صراحة لنا إنه أرخص ومتطنشت أشياء كتير فهناك أحسن إشي جوجو أخطت مكان هك العادة بس العرباي الشي يوسخ كتير حاولت طبعا بلشت أحط بالأغراض وحاولت إني أصور بس للأسف الناس كلهم كانوا تطلع علي لأنه أنا بصور إنه إشي غريب يعني والصراحة أنا رايح أصور في المؤسسة إشي جدا بضحك صراحة بس وجوليا ظلت بالعرباي وبتلعب بعدها كملت الأشياءات اللي أنا بدي إياها حاولت إن أحط أشياءات كتير الصراحة إنشان ما أحتاج إشي وجوليا ظلت تلعب طبعا أخذت الاسفنج التعالجلي وظلت تلعب فيه بعدها روحنا على البيت يعني كانت ليلت خلص العاشة كان طبعا منسف صراحة كتير زاكي وكما شوه مش من المسف التقليدي بس صراحة طعم خرافي والسر في السرعة الأداء اللي هو طنجرة الضغط طبعا بعدها جلت الجليات شلت الوسخ عنهم ونظفت المجلة علشان إنه تكون اللي هي نضيف فيه عشان الجلي وباللشت يعني أجلب الجليات إشي إشي وشلتهم يعني نظفتهم بالمي وصراحة نجو برد شوي بالليل شتت كمان كان في شوي إزشتة بس الحارة كانت أول مكان يعني إحنا فيه كان هادي يمكن أنه الدنيا حضر فما في ناس يعني بالشوارع عادة بس يعني يوم حلو طمعا آخر إشي لازم نقعد على ونحضر وكاسد الشاي بنعنا الروتين اليومي الذي لا يمل كان كتير حلو صراحة أنه بعدها رحنا على أنه منمنى وكان يوم كتير حلو مبسطنا لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وتعملوا فولو على إنستيجرام تيك توك وتويتر وتحكونا إش الأشياء تحبو أنه نعملها في المستقبل حسنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة